إذن مشاهدين تفاصيل أكثر عن مدينة العالمين الجديدة وهذا المهرجان فيها تنضم إلينا من هناك مراسل فقارة الإخبارية فرح الخولي فرح أهلا بك معنا لو تضعينا في تفاصيل هذا اليوم من هذا المهرجان تحياتي لكم نحن الآن بصدد اليوم السادس من فعليات مهرجان العالمين الجديدة وهو المهرجان الأكبر ترفيهيا على مستوى الشرق الأوسط والمنطقة حيث تنوع كبير من الفعاليات والأنشطة التي تخص كل الفئات والاهتمامات المختلفة هذا المهرجان يحتوي على العديد من الفعاليات بدأ منذ يوم الخميس الماضي الثالث عشر من يوليو ومستمر معنا ليجعل من فصل الصيف هذا العام موسم مختلف بفعالياته كما ذكرت هذه الفعاليات تتضمن حفلات غنائية لميجستارز من مصر والوطن العربي أيضا تتضمن أنشطة رياضية من الكرة الشاطئية الممارسة على سواحل البحر المتوسط وألعاب رياضية مثل مائية مثل التكديف والجيتسكي وعروض فنية مثل عروض لطائرات الارسي المحلقة في الهواء لترسم لوحات في سماء العالمين وهذا كله ضمن فعاليات هذا المهرجان بالنسبة للمهتمين أيضا من أنشطة التسويقية أو التسوق والشراء يوجد عديد من المحال التجارية المختلفة سواء كانت العالمية أو المحلية للمهتمين بهذا المجال هذا المهرجان يتنوع فيه عدد كبير من أنواع السياحة لجذب السائحين وجذب العديد من الزوار سياحة ترفيهية سياحة المهرجانات سياحة الحفلات السياحة الشاطئية السياحة الرياضية وأيضا سياحة التسوق وغيرها العديد من السياحات لتجعل من موسم الصيف موسم مختلف يجمع ما بين الأنشطة لجميع الأعمار والفئات المختلفة ليستمتعوا بهذا المهرجان وكان هذا رأي الحضور والزوار في مدينة العالمين المصرية الجميع ينتظر ويترقب كل الفعاليات التي لم تتاح لها معلومات كثيرة بعد لأن هناك مفاجآت لم تفصح عنها إدارة مهرجان العالمين هذا كله ضمن موسم الصيف ضمن 44 يوما مستمرين ومتتاليين لهذه الفعاليات فعاليات ضخمة بالتأكيد وفي مدة طويلة 44 يوم يعني بالتأكيد يعني يشهد هذا المهرجان الأقبال الذي شاهدناه منذ اليوم الأول على كل حال من العالمين الجديدة مراسلتنا فرح الخولي شكرا جزيلا لك